بسم الله الرحمن الرحيم تطرقنا في الدرس السابق إلى إيجاد سعة الضغط من الإنترنت اعتمادا على رقم الموديل نمبر في هذا الدرس إن شاء الله راح نتطرق إلى إيجاد سعة الضغط بالبحث في كتالوجات الشركة المصنعة إذا كان عندك كتالوج الشركة المصنعة فهو أفضل طريقة للبحث عن سعة الضغط وهو أفضل طريقة للبحث عن مواصفات أخرى مثل شحنة الزيت متعة سعة البداية متعة سعة التشغيل التيار اللي يسحبه يعني حتى حجمه وأبعاده كلها راح تلقيها في الكتالوج فذا كان لديك الكتالوج فهي الطريقة الأفضل للبحث عن سعة الضغط ومواصفاته لكن الكتالوجات حقيقة ما تتوفر لكل أنواع الضغط عدم توفرها يشكل عائق فخلينا نلجأ إلى الإنترنت أو إلى وسائل أخرى إذا حصلنا على الكتالوج نشوف شون نبحث به أنا إن شاء الله كل كتالوج راح أفتحه أو موجود عندي راح أحط لكم الرابط مرته ما يتنزلوا حتى تبحثون به الكتالوج اللي حقيقة يعني أشوفه متكامل ونطيني مواصفات جيدة دائما وماكو خلاف حوله يعني ماكو رقم تحطه متلقي هو كتالوج شركة إبرستور كتالوج شركة إبرستور هذا هو خلنا نسد هذه الجانبية ما يحتاجها الآن الكتالوج عندي البحث خلي أسوي الحجم لهذا 100% حتى نشوفه أولا في بداية الكتالوج ينطيني الرقم الرمزي وتحليله يعني إحنا هذا الرقم هو راح نلقيه على الضغط رقم الموديل ويشرح لي كل جزء شنو فائدته يعني الأيه ماذا تعني الأش شنو تعني الأثنين شنو تعني التسعة البي الواحد التسعة يو كلها يحشي لي ياه يحشي لي عنها شنو فائدة كل جزء من هذا يعني بالمدونة حاط هذا نفسه ومترجمة يعني إذاك أحد يريد ترجمته فيدخل إلى مدونتي ويشوف الترجمة مالته إحنا متفقين على أن البحث في كل وثائق البي دي اث أو معظم أنواع الوثائق بأنه نضغط كنترول زائد اث من نضغطه راح تطلع لنا قائمة منسدلة نحط بيها الرقم اللي نريدها أو العبارة اللي نريدها ويدورنا عنها بعد من ندوس انتر إحنا نريد نبحث عن أرقام ضواغط نوع بريستول فنروح إلى الفايل مالتنا ندور على بريستول طبعا رابعتكم في الحلقة السابقة هذه الضواغط وأرقامها فقط مجرد نحن نأخذ الرقم من الويرد ونحطه في البحث نأخذ الرقم نروح إلى الكتالوج نحط الرقم بي صار هذا الرقم عندنا هاتش تو اي بي ثري تو ثري اي بي كي سي اندوس انتر ظهرتنا قائمة تقول لا يوجد ما يطابق بحثك نحن دائما تواجهنا أرقام ضواغط حروف زائدة هذه الحروف غير ذات أهمية يعني تخلي بحثنا يفشل حتى نحصل على نتيجة نحن نقوم بإزالة هذه الأحرف تدريجيا وغالبا نحصل على نتيجة تطابق واحدنا نحن عادة ان اللي همنا هو الأرقام في وسط الرمز اللي تدل على الساعة نحن نتأكل هذا كلام نشوف تحليل تحليل الرموز الموجودة هذه هو فداية الصفحة نشوف الرمز الأخير يقول ان هذا هو أبعاد بين أقدام التنصيمات بما ان هذه غير مهمة بالنسبة للساعة نحن نشوف اللي همنا بالساعة هذا الأحرف الوسط الثلاثة نعم مكتوبة يقول لي كابا سيتي هذه هي الساعة هذه تهمنا فيما معانها غير مهمة فنقدر نحذفها فاش نسوي نروح الى الأخير ونحذف السي وندور مرة ثانية الآن أظهر نتيجة هذه نتيجة ظهرت عندنا شو مجرد لغينا السي فليقاننا هذا الضغط الشرب الأزرق قال عندك ضغط اشتو اي بي ثري تو ثري اي بي كي السي شالها نبحث عن مواصفاته اذا رجل نكبر بعد يعني هذا دي يقول لي بيتين وعشرين الى بيتين واربعين فولت المواصفات العامة لكل هذه الضواغط سنجل فيز واحد فيز يعني فيز واحد من يجي على الساعة بال بي تي يو اللي احنا نبحثها ستة وعشرين الف واربع مية احنا متفقين انه انا اتناعش الف وطن فاربع وعشرين الف معاته طنين يبقى ثنين واربع مية يعني ثلاثة الاف هي ربع فتقريبا طنين وربع شوي اقل من الطنين وربع هذا ساعة هذا ضغط وينطينا الساعة اذا لدناها بالواط ينطينا سبعة الاف وسبعمية وستة واربعين هنا ينطيني الحجم اللي فيه كل دورة للضغط يعني الانج مكعب الحجم بالانج مكعب لكل فرة او سنتمتر مكعب لكل فرة وهذه ينطيني تسعة وخمسين وثمانية وستمتر مكعب لكل دورة وهنا ينطيني اللارة اللارة ال الار اي اللي هو لوكت روتر امبير من المواصفات المهمة وكناس يطلعون حجم الضغط سعة الضغط من هذه القيمة هذا نفسه مواصفات اخرى دينطيني فاخفت تخربط عليها فليكمل هنا هنا عندي شنو خليه نصعد شوية حتى تمين هناك دينطيني هناك دينطيني هذا اليمن الخط الأسود دينطيني شحنة الزيت أول شارج يعني هي كمية الزيت الموجودة بالضغط منطنيها بقياسين بالوز اللي هي اللي هي اللتر فهذا به 45 ميكرو فارد ام اف دي على فورت 45 ميكرو فارد و 370 فورت اذا كان بي ستارت كاباسيتر ستكون هذه قيمتها احنا مرينا على المواصفات الأساسية اللي هي الساعة بالبي تيو بير اور واحد الحريرة بريطانية بالساعة والواط ومرين على الازاحة اللي تتم في كل دورة او الحجم قنة اللي يدفع الضغط في كل دورة مرينا على الزيت شوحنة الزيت وهذه المواصفات الأساسية وايضا تكلمنا عن المتسعات وقيمتها لكن نشوف الجدول بشغلات أخرى في القيمة الساعة لقيمة هنا أكو ساعة وهنا أكو ساعة شوف هذا الجدول مقسوم الى نصفين بثلاث خانات تشبه الثلاث خانات اللي هنا فهنا منطيني ساعة 26400 ومنها منطيني ساعة 33578 يعني هنا ساعة أكبر هذه الفرق اللي يصير انه هنا في الظروف الجوية اللي خارج اللي تعرض لها المكثف في الخارج هي راح تحكمنا تنطيني الساعة تؤثر على ساعة مالتنا هنا بين 45 و 130 درجة فهر هايتية انتبه هنا درجة فهر هايتية وهنا إذا كان في الظروف الجوية اللي تعرض لها المكثف بين 45 و 200 درجة فهر هايتية لما أتقل الظروف الجوية الخارجية نشوف الساعة مالت الضغط تكبر الصير أفضل هاي واحدة ثانيا إضافة إلى الساعة عندنا الواطية اللي راح يسحبها الضغط مكتوب كمواط يعني هذا 908 راح يسحبها هناك شيء اسمه EER على COP EER هو Energy Efficiency Rating يعني هذا هو دليل على كفاءة استهلاك الطاقة هذا يحصلون عليه بقسمة الساعة على واطية اللي يسحبها المحرك الساعة بالPTU على الواطية فينطيني هذا الرقم أو يأخذ الساعة بالواط على الواطية اللي يسحبها المحرك فينطيني هذا الرقم طبعا كلما زادت هذه القيمة كلما كانت كفاءة الجهاز أفضل يكون استهلاكه للطاقة أقل وينطيني التبريد أفضل زي نجي أيضاً أكو عندنا أمر آخر نحن ممرين عليه وهو Electrical Data عندي ثلاث خانات وحدة RLA وحدة LRA وحدة MCC RLA هي Rated Load Ampere Rated Load Ampere يعني هذه هو أعلى قيمة المفروض يسحبها الضغط في حالة عمله الاعتيادي بالنسبة لي ضغطنا الآن يقولنا 14 و 13 المفروض ما يتجاوزها مهما كانت الظروف قاسية LRA اللي هو Locked Rotor Ampere اللي هو التيار اللي يسحبه الضغط في بداية نهوضه وكأنه الروتر اللي يفتر كأنه يزموه يعني ضغط من عوية تحرك وشافوا الأمبير يسحبه اش قد فيسموه Locked Rotor Ampere هذا يستعملوه لغرض حساب الوايارات وحساب الكونتاكترات وحساب الأجهزة الحماية المتصلة به هو هوا اثنين وسبعة نسموه لارة مختصر أقول MCC اللي هو Maximum Continuous Current Maximum Continuous Current أعلى تيار مستمر هذا هو التيار اللي يسحب الضغط اللي يسحب الضغط قبل أن تفصل الحماية ماتة يعني من يوصل الى هنا تفصل الحماية فمن يوصل الى 20 أمبير الحماية الداخلية ستفصل هذا الآن انطيني الوزن منطيني الوزن اكو نيت واكو شب النت اللي هو وزنه واحده منفصلا الشب يقصل هو لما أنت تريد ترسله في يعني تشحنه فراح يكون حول غلاف وحول حماية يعني من كاراتين ومن فلين فوزنه ويا الفلين ويا الخشب المحضوط بيش قد هنا وزنه واحده منطيني الوزن بالباون كل باون تقريبا نص كيلو ومنطيني الوزن بالكيلو جرام هذا صاحبنا الكمبرسر مالتنا وزنه 25 و 4 من 10 كيلو جرام أو 56 باون بالشيبينج شو بالشيبينج صار زادت من 25 و 4 من 10 صار 27 27 كيلو نضاف عندنا كيلو و 6 من 10 اللي هو وزن التغليف ماتة هنا عندنا يقولك دامنشن الدامنشن هو أبعاد الضغط هذه أبعاد الضغط ارتفاعه منطيني A و B و C بالإنج وبالمليمتر هذا ارتفاعه إلى من القاعدة إلى مدخل أمبوب السحب هذا الارتفاع كله من القاعدة إلى أعلى نقطة الضغط وهذا الارتفاع مع الربلة مع الربلة اللي تشيل الضغط يعني هذه القياسات حتى نعرف الحجمة من نحطها ومنطيني الصورة بالأسفل حتى يراويني هذي وين الأبعاد هذا الأي هذا الأي من هنا إلى هنا وهذا البي من هنا إلى هنا وهذا السي مع ارتفاع الربلة هذه الآن المواصفات عرفناها جميعا فكل خانة شنو تعني وش تدل لنا على شنو قلنا الآن قدنا الموديل بالموديل يثقل لكل مجموعة شن هي الفولتية وش قد شن طور عدنا أيضا من الشيء المهم جدا هو الهيرتز زية اشكالت شم هيرتز قد بدنا هنا خمسين هيرتز تشمل كل هذه الصفحة مع أنت الدفدفة عندي خمسين يجينا على الساعة قلنا الساعة أكو ساعتين حسب حرارة الأجواء اللي يعمل بها هنا هذي ساعة وهنا هذي ساعة ثانية منطينيها بالPTU وحدة حرارة بريطايم الساعة منطينيها بالواط قلنا منطيني مدخل المحرك اش قد راح يسحب في هذه الظروف واش قد راح يسحب في الظروف الثانية وقلنا منطيني الـ EER اللي هي تدول على كافأة الضغط هي كافأة قلنا كلما زاد هذا الرقم كلما يكون استهلاك للطاقة أفضل ويحولها كلها إلى تبريد قلنا بعدين الآن الـ RLA اللي هي التيار أعلى تيار يسحبه الضغط أثناء عمل الطبيعي الـ RLA اللي هو شنو اللي هو اللي هو أعلى ما يمكن يسحبه يعني هذي التيار النهوض والـ MCC هو التيار اللي راح يفصل عنده الحماية مات الضغط مرة مرة لها أكل أول شحنة الزيت كميتها الوزن مات وزن الشحن والوزن الطبيعي المتسعات منطيني مواصفاتها وآخر شيء ينطيني شنو الأبعاد ينطيني الأبعاد هذا مرور سريع على الكتالوج مالة شركة بريستل بتفاصيل جيدة تقريبا كل ما نحتاجه وإنتوا إن شاء الله تقدرون تفوتون إلى مدونتي راح أنطينكم عنوانها في مدونتي راح أحط لكم عناوين هواية من الكتالوجات ممكن تنزلوها لشركات مختلفة ورح تلقون المعلومات متكررة فإحنا ما يحتاج إننا نقعد لكل كتالوج شركة أن نسوي شرح أتمنى أن يكون هذا الموضوع مفيد وأضاف لكم علمات جيدة وشكرا لمتابعتكم